عشر سنوات تمضي على رحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الذي لا يزال حياً في قلوب الفلسطينيين المتمسكين بصوره في كل الأرجاء هم بذلك يحفظون للرجل بطولاته في قيادة معاركهم وصون كرامتهم يحبونه، يمجدونه ويعتبرونه الأب الروحي لهم والرافع لراية فلسطين شباناً كانوا أو كهولاً أو شيوخاً الشيخ أحمد مزود الذي ينهز عمره التسعين سنة يتحدث عن الرئيس الراحل بكل فخر واعتزاز حاملاً صورته أحب أبو أمار، أحب تاريخه، صورته، وتاريخه التاريخ الوطني إنسانية هذا الرجل وعطفه على شعبه بقيت رسخة في أذهان كل من عايشوه فالعديد من الفلسطينيين يحفظون للشهيد الرمز دفاعه المستميث عن القضية إلى آخر رمق من حياته من قال أن ياسر عرفات قد رحل هو حي يرزق في قلوب الفلسطينيين وسيبقى كذلك أجيالاً وراء أجيال ترجمة نانسي قنقر